السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن المرحلة الثانية اللي ذكرناها في حلقة يوم عشر ثلاث اللي هي حلقة تراجع عطارد في برج الحمل يوم الاثنين واحد نيسان إبريل طبعا احنا ذكرنا في حلقة يوم عشر ثلاث انه عطارد انتقل للحمل ورح يبدأ بعملية التراجع انتقل يوم عشر ثلاث ورح يظل في حركة أمامية ليوم واحد أربعة وذكرنا انه يوم واحد أربعة رح يبدأ بعملية التراجع رح تستمر لغاية خمسة وعشرين أربعة هاي المرحلة الثانية بعدين دي رجع للحركة الأمامية مرة أخرى اللي هي من يوم خمسة وعشرين أربعة لى يوم خمسة وعشرين أربعة لى يوم خمسة وعشرين أربعة إذن احنا الآن رح نتحدث عن التراجع يوم الاثنين واحد أربعة تمام الساعة عشر وأربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش رح يبدأ كوكب عطارد بالتراجع في برج الحمل ورح يستمر في التراجع في نفس برج الحمل حتى ساعات ظهر يوم الثلاثاء خمسة وعشرين أربعة يعني الساعة 12 وأربعة وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتهي بعديها من عملية التراجع الأولى إلى هاي السنة بالنسبة لكوكب عطارد هو معروف أنه كل سنة بيتراجع ثلاث مرات هاي ثابتة ولكن ممكن في بعض السنوات أنه يبدأ التراجع مثلا في بداية السنة فيصير في أربع تراجعات يعني تنتهي السنة مثلا بتراجع وتبدأ بتراجع فنعتبرها أربع تراجعات الآن السنة هاي في ثلاث تراجعات هذا التراجع الأول لإلها فترة صعبة ما رح تكون سهلة فعشان هيك بتكو تركزوا بشكل جيد في كل المعلومات اللي أنا رح أذكرها لأنه تأثيراتها ما رح تكون هينة طيب أول إشي نرجع ومنعيد نفس العبارة أنه إحنا الآن توقعاتنا من يوم واحد أربعة ليوم خمسة وعشرين أربعة هذا الحدث هيك نذكر يعني من حط ثلاث أيام قبله وثلاث أيام بعد التراجع يعني من يوم إنه الثمانية وعشرين ثلاثة لها يوم ثمانية وعشرين أربعة هاي الفترة السلبية القادمة اللي بدنا نكون حذرين منها طبعا أنا وعدت في حلقة سابقة أني أحط فيديو وأشرح شو يعني تراجع إنه مش إنه الكوكب برجع رجوع للخلف الكوكب بصل لمنطقة في مداره حوالين الأرض المنطقة هاي بتكون زي الزاوية بس هيك محدة بشوي فبتبطأ سرعته لا أضعف يعني أضعف مسار يعني بتصل السرعة تاعته يمكن اثنين أو ثلاثة بالمية يعني هو ماشي للأمام ولكن يتباطأ لاثنين ثلاثة بالمية الآن كل الكواكب اللي بتدور معاه في نفس الفلك في نفس الدورة يعني الزهرة والشمس وإلى ما لنهاية بتدور بنفس سرعتها فإذا راح تمر من جنبه فهو إلها بيتراجع يعني للنظر إنه هاي الكواكب كلها مشت أمامي فهي بالنسبة إلهم هو بطيء فببان إنه هو بيتراجع بس فعليا هو بيصير للأمام ولكن ببطء شديد جدا لدرجة إنه الخارطة الفلكية والكواكب والدنيا كلها بتلف حواليه فبيرجع درجات لأنه صار أبطأ من سرعة الدورة الفلكية طيب أول إشي بالنسبة لكوكب عطارد معروف عنه هو الكوكب المسؤول بشكل مباشر بيأثر على القدرة الفكرية على نقل أفكارنا للغير على الذاكرة على الاتصالات والمواصلات هاي الصفة الأساسية لإلوه يعني أي إشي إلو علاقها بالعقل والدماغ والحركة فإذن عطارد هو المسؤول عنها الآن بما إنه هو راح يأثر بشكل مباشر على لكل هاي الأشياء بمعناته في عنصر سلبي راح يظهر من الصفات الإيجابية أيضا أنه هو لما بيكون سعيد بعطينا الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور وكثرة الحركة الآن هاي كلها بدها تبدأ تخف أو بتصير بشكل سلبي الآن العنصر السلبي الأساسي اللي راح يسيطره على الجميع في خلال الفترة القادمة العصبية العصبية في كل المجالات فعشان هيك لازم تعرف هو في أي بيت بالنسبة إليك راح يتراجع عشان تعرف العصبية راح تكون في إيش أو التسرع والعصبية راح يكون في إيش والأعطال راح تكون في إيش بالنسبة إليك هذا بيعني مش إنه هذا الأمر فقط لا هو في شيء عام يعني تأثرات عامة بتأثر على الكون وبرضو بتنعكس علينا لازم نكون إحنا منتبهين فمنأخذ كل الصفات هاي اللي ذكرناها إيجابيتها وسلبيتها ومنحطها بخلاط نطلع بالتحذيرات اللي مننبه منها أثناء فترة التراجع دائماً منشعر بالتشويش في حياتنا اليومية ما في تركيز ما في استقرار في فوضى فيش تنظيم في كل شيء فعشان هيك أول مجال بدنا نكون منتبهين منه المجال الرئيسي طبعاً بما إنه بيأثر على الاتصالات فمعناته هنا أي شيء يتعلق بالاتصالات معناته عرضة للأعطال أو للتأخير ممكن يكون العطل للحواسيب كمبيوتر لأجهزة إلكترونية هواتف مثلاً تشتري أونلاين تتأخر لتستلم الطرد ضيع رسائلك في البريد يعني بيصير تأخيرات أو ضيع للأمور بشكل برضو غير معتاد بالنسبة للأمور حكينا إنه إلو علاقة بالمواصلات فإذن من الأشياء اللي بتتأثر حوادث السير أعطال السيارات بالكهرباء بالحركة الحوادث الازدحام الطرق سرقة السيارات هاي الأشياء برضو بتكثر فيها بشكل كبير ما يعني ممكن إنه نلاحظ في فترة تراجع عطارد الأجهزة الكهربائية تتعطل برضو بشكل مفاجئ مثلاً فرن غاز بإلكتروني كهربائي أشياء مثل هيك مايكرو ويف الأجهزة البيتية أو الأجهزة اللي بالعمل أيضاً أجهزة التلفاز الثلاجة الغسالة هاي الأمور إلها نصيب من هاي الأعطال في فترة برضو يجب الحذر لأنه ما فيه تركيز وفيه تشويش وما فيه قدرة على الاستقرار الفكري فإذن بنيجي ونحكي عن توقيع العقود ممكن أنت توقع على عقد على بند أو على شيء أساساً أنت مش متفق عليه فهذا الشيء لما توقع عليه بصير إلزامي عليك ففي المستقبل بيكون صعب أنك أنت تتخلص أو بدك تدفع غرامات عليك فعشان هيك نحكي بدك تتفحص العقود إذا مضطر لتوقيعها إذا ما بتقدر تأجلها بدك تدرسها وتستشير فيها وتراجعها وتفكر مالياً يبلد ما توقع على العقد عشان ما تقع في هذا المأزق من ضمن الأشياء اللي برضو بدنا ننبه لها اللي هي الكفالات الكفالات المالية أو الكفالات القانونية فأنت ممكن هيك فجأة شخص مثلاً تشفق عليه وتقرر أنك بدك تكفل مالياً عن طريق بنك أو قرض أو أشياء من هذا القبيل أو أمور تتعلق بكفالات أمنية أو هان وبعدين أنت تغرط في المسألة هاي لا تحصل فلوسك وله يدفع الفلوس وتدور عليه ما تلاقي فمنقول أنه ما ننصح بالفترة هاي كفالة أي شخص في فترة تراجع عطارد من لاحظ عدم الاستقرار للوضع المالي بصورة عامة ليش لأنه الناس زي ما حكينا والشركات في عطال وفي ضغوطات فإذا في نوع من أنواع الاضطراب رح يصير في السوق المالي فهنا الأشخاص اللي بيعتمدوا على السوق المالي على البورصة على الأسهم على العملات على بدهم ينتبهوا بشكل كامل من تذبذب الأسعار في كلا الاتجاهين لأنه يا صعود بشكل مفاجئ يا هبوط بشكل مفاجئ فإذا ما بينحزر وين رايح الأمور وعند ما عندك التركيز فممكن تتسرع باتخاذ قرار كبيع أو شراء ويكون خسارة بالنسبة لعلك أو أنه نفس الشركة تخسر وإنت ما تقدر تلحق حالك فعشان هيك برضو من نبه من هذه النقطة من أهم العشياء برضو النسيان اللي عندهم امتحنات أو عندهم دراسة أو عندهم مقابلات بده يكون مجهز حاله أو كاتب نوت أو عمل إشي لأنه النسيان والتشويش رح يكون مسيطر بشكل كامل لدرجة أنه ممكن أنك تنسى أغراضك أو تنسى ممتلكاتك مفاتيح سيارتك أوراق ثبوتية معاملات شنت محفظة تليفون أي شيء لأنه أنت بهاي الفترة ما بيكون عندك التركيز الكامل اللي عندهم امتحنات بيجدوا أو دراسة بيجدوا صعوبة بعملية الدراسة أو بيتهربوا من الدراسة لأنه بيقل عندهم الاستيعاب والحفظ وأيضا عند الامتحنات بتشتت بسبب عصبيته وعدم تركيزه فممكن النتائج ما تكون بالشكل المناسب أو اللي هو اللي بيرغبه فعشان هيك منلاقي بالفترة هاي بتقل بقل الالتحاق بالدورات الدراسية وأيضا بقل تعامل الطلاب مع الدراسة بيتهربوا منها بشكل كبير والأهل بيضغطوا بشكل سلبي على أبنائهم بهاي الفترة أكثر أكثر الأشخاص اللي عليهم حذر بهاي بالفترة اللي ذكرناها اللي هي رح تمتد لنهاية الشهر تقريبا يعني إلى 28 أربعة هم موليد برج الحمل بشكل أساسي طبعا التأثيرات هاي على جميع الأبراج اللي ذكرناها والتنبيهات على جميع الأبراج بعدين الآن ندخل بالتخصيص أو بالتفصيل مع هاي مع هاي الأثار إيش أكثر إيش كمان بده يأثر عليك يعني هاي الأثار العامة طب الأثار الخاصة إيش بدنا نوصل لها الآن أكثر الأشخاص اللي بتأثروا من العام هم الحمل والجوزاء والعذراء طيب الحمل يعرفنا لأنه بيتراجع عندهم الجوزاء والعذراء ليش لأنه كوكبهم يعني الكوكب المتحكم فيهم هو اللي رح يتراجع فعشان هي نحكي هم أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا طيب خلينا نشوف إيش الزوايا اللي رح تتشكل عشان نعرف إيش الفترة الجاي رايحة على وين هل رح يكون بقمة نحوسته ولا رح يكون في أشياء مبشرة تقلل من ضغط النحوسة يعني النحوسة رح تكون 100% ولا 70% ولا 50% ولا أقل ولا إيش لازم ننتبه للزوايا أول زاوية رح تتشكل هي يوم 11 أربعة هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيش طبعا تأثير هاي الزاوية رح يستمر قرابة الثلاث أيام قبل وثلاث أيام ما بعد ممكن توصل يعني لست أيام أو أسبوع بتأثيرات ما بين قبل وبعد عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بيجلب لحياتنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بيزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للامتحانات ممكن نحقق نجاح أدبي أو نجاح في مشاريعنا يجب علينا أن نركز مجهوداتنا على أهداف محددة ولكن بظل برضو هذا الاتصال غير مناسب للأسفار والعلاقات الصداقة أو الزوجية طبعا ممكن يجي شخص يقول طب هيك تناقض يعني هذيك سلبية وهاي الزاوية إيجابية يعني شو هالتناقض اللي انت فيه سعيد يعني إيش هالحكي نوخذ هاي ولا نوخذ هاي أول إيش التناقض هاد مش أنا اللي بخترعه هذا تناقض فلكي فعشان هيك تجد ناس أشخاص لما تيجي الآن تيجي على التأثيرات على جميع الأبراج كل برج هسفنا خصصته هاي الأشخاص الآن مش في بيت الدراسي عندهم إذن هذول رح يستفيدوا في المجال الدراسي أو التعليم أو إصال المعلومة ولكن الأشخاص اللي عندهم هو في مكان الدراسي يعني بخفف الضغط عليهم ولكن ما بلغي التأثيرات السلبية هي رح تضل التأثيرات السلبية ولكن بتخف حديتها أما بالنسبة الزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران يوم تسعتاش أربعة برضو زاوية إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هاي الزاوية برضو تأثيراتها قرابة الأسبوع ذروتها يوم تسعتاش أربعة ساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين منستفيد من الراحة القليلة اللي رح يتهدئ من وطقة التراجع شوي فممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع الدعوات أو التسلية أو السفريات حتى لبعض الأشخاص إذن الزوايا اللي رح تتشكل هي زوايا إيجابية رغم أنه رح يكون منتحس يعني سلبي ولكن هو بدل ما يكون انتحاسته 70% ممكن انتحاسته بسبب هاي الزوايا ما تصل أكثر من 20% فعشان هيك يعني بعطينا نحوسة ولكن النحوسة هاي بتكون قليلة على حسب الآن ما بدك تسمع تأثيراته على برجك وعلى طالعك الآن بدك تسمع التأثير برجك وطالعك وتعرف أهم النقاط مع النقاط الأولى اللي ذكرناها اللي هي النقاط العامة الآن النقاط الخاصة فإذا النقاط الخاصة هاي بتحذرك من شيء معناته أي شيء آخر ما إلو علاقة بالاتصالات والمواصلات اعملوا وما تسألش يعني مثلا عطارد بيتراجع في بيت إلو علاقة بالتار فيه والتجميل فمنيجي منقول لك ما تعمل تجميل انت ما تعمل تجميل ولكن البرج اللي قبلك والبرج اللي بعدك يعمل تجميل ما فيه عنده أي مشكلة لهذا الموضوع مثلا هذا البرج منقول انه يحذر أثناء السفر طيب انت احذر ولكن الأبراج الأخرى ما تحذر أثناء السفر فهاي النقطة الخاصة احنا منسميها التأثيرات العامة شيء ولكن التأثيرات الخاصة شيء آخر فبدك تسمع برجك تسمع طالعك تسمع طالع الزهري الباطني التحولي مش عارف إيش اسمع اللي بدك ولكن أنا عندي اسمع برجك وطالعك الشمسي بس وأما الباقي هذا انت حر فيه إذا انطبق عليك اسمعه خلينا نروح ونسمع شو التوقعات الخاصة برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بما انه بدي تراجع عندكم اول شغلة او اول تنبيه اضبطوا اعصابكم وحاولوا انكم ما تعصبوا بالفترة هاي لانه العصبية رح تكون مسيطرة بشكل كبير ورح يكون فيه معني مجال كبير لانك تتصرف تصرفات متسرعة او تتخذ قرارات متسرعة ما تكون لمصلحتك فعشان هيك اثناء التعامل مع الغير بدك تكون حذر جدا هادئ جدا تبعد عن العصبية قدر الامكان تبعد عن المشاكل قدر الامكان ممكن في خلال الفترة القادمة لانه بيتراجع عندك يكون فيه نوع من انواعي الارهاق او الاجهاد وعادة بيرجع هذا الموضوع بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالك فاذا العصبية والحدية والقرارات المرتجلة اكثر شيء بدك تحذر منه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدهم يحذروا من تآمر من وراء الكواليس لانه هذا بيت المتاعب بيت الاشياء اللي مخفية عن عينك فعشان هيك بدك تدير بالك لانه ممكن بالفترة القادمة تتعرض لكلام بسيء لك او افشاء اسرارك او تتهم باتهمات باطلة فعشان هيك ممكن تتخذ قرارات في هذا الاتجاه تتحول القضية بدل ما هي الى صالحك تصبح ضدك فعشان هيك نصيحتي انك ما تهتم كثير لا اي شيء بتسمعه اجل المواضيع لحديث ما يرجع للحركة الامامية فرح تجد انها رح تنحل حالها بدون ما تدخل باي جدال او نقاش ويكون يعني مش لمصلحتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هو في بيت العلاقات الاجتماعية وبيت الاصدقاء اذا بدكتم تنعو عن مواجهة او فرض السيطرة على الاصدقاء او على المعارف حاول قدر الامكان ما تكون لحوح ما تكون لجوج ما تفرض حالك يعني عز نفسك شوية الفترة هاي لانه ممكن اي تصرف يعني تحلله بطريقة سلبية وتطلع بقرارات سلبية فحاول انك انت لما تحس انه مثلا صاحبك ببعد عنك اعطيه المجال شوي يراجع نفسه ولكن حاول انك ما تفرض سلطتك وتفرض نفسك عليهم برضو ممكن يكون في نوع من انواع التوتر في علاقة صداقة وهذا الشيء ممكن يتخسر صديق يتدخل بمواجهات حدي او يخيب امالك بصديق برج السرطان بالنسبة لما ولد برج السرطان طبعا هنا تراجع رح يكون في بيت السمعة فعشان هيك بيت السمعة وبيت العمل بتكون تتجنب الدخول في اي مواجهة مع المسؤولين عنك في مكان عملك وايضا حاول انك تلتزم باعمالك بشكل كامل ما تتهرب ما تقدم اعمالك ناقصة حاول انك ما تحمل عمل على انك بدك يتممه انت ما عندك القدرة على اتمامه ممكن تتميل لا اهمال مشاريعك ممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة معينة او لا اتهام بسبب تصرف قديم بسبب تسرعك بسبب مجازفة مغامرة فحاول قدر الامكان انك تهدأ شوي وتتحلى بالصبر وابعد عن المشاكل اللي ممكن تأدي فيك لمساءلات كبيرة او خسران شغلة تخسر عملك برج برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا تراجع رح يكون في البيت التاسع المسؤول الاول عن السفر اللي بعيد فهنا بده بده يرفعها ما يرفعها بالفترة هاي واذا عليك قضية الفترة هاي حاول تمشيها باي شي لحدي ما تهدأ الاجواء بعدين ترجع بالقضية لانه بالفترة هاي ممكن تعصب او تتصرف تورف اي تصرف خاطئ فالقضية تنعكس عليك بشكل سلبي عليك ايضا الحذر من الامتحانات الاشخاص الجامعيين او اللي عندهم امتحانات او مقابلات بدهم يحذروا ما يعتمدوا على الحضوض وبدهم يركزوا بشكل جيد وبدكوا تحذروا من الوعود لانه كل ما يتم الوفاء بها ويستحسن انه تنتبهوا اثناء تنقلاتكم بالشوارع المفتوحة برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا التراجع رح يكون في البيت الثامن اللي له علاقها بالشراك المالية فعشان هيك الاموال المشتركة او المال اللي معك شارك فيه هو اكثر شيء بدك تكون محتاط منه فاذا بنك ضريبة تامين قرض ميراث وصية هاي كلها اسمها المشتركة حتى مال الزوج او الزوجة فهنا بدك تحذر من هذا الاتجاه بالنسبة للك انت بزيد طيشك وعصبيتك وممكن تسمع خبر سيء فعشان هيك ما يعني هنا بنرجع للاتهامات او انه تتهم بالتقصير او خيانة الامانة او فقدان بعض الاموال او تخطئ بحساباتك او يعني بدك تكون حاسب حساب لكل الامور اللي تتعلق بالاموال المشتركة ايضا من اهم النقاط اللي بدك تنتبغوا لها انه ممكن موضوع قديم ما جدا اندثر الان يرجع ينفتح مرة ثانية وهذا شيء يزعجك او يقرقك فبدك تكون جاهز لهاي المسائل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا التركيز على الشراكة المالية والعاطفية يعني شريكك بالمال عندك شركة مثلا شريكك بالعمل هدول الاشخاص تنتبه اثناء التعامل معهم من الخلافات والنزاعات قدر الامكان ممكن تصير سوء تفاهم حتى ممكن توصل لحل شراكة ولكن تنتبه من تسرع بالقرارات او العصبية او المشاكل على المستوى العاطفي بالمقصود الزوجة او شريكك العاطفي هنا تنتبه من حوارات او نقاشات ممكن تتطور للأسوأ او ممكن اتخاذ قرار انفصال في علاقة او انهاء علاقة يكون متسرع جدا هذا القرار لدرجة انه رح تندم بعدها فعشان هيك حاول انك ما تتخذ قرارات في هذا الاتجاه برج العقرب بالنسبة لما ولد برج العقرب طبعا هنا التركيز رح يكون على العمل زملائك بالعمل ادارة الاعمال او حتى يعني الامور الصحية فعشان هيك بدك تنتبه لاسيما في علاقاتك مع زملائك مرضو بتكون تمتنع الرفع اوزان ثقيلة عشان الاصابات اللي بتصير اسفل الظهر او الام الظهر ممكن يكون توتر في علاقة مع رفيقك بالعمل او انت يكون لك هدف معين ولكن تجد رفيقك بعطل عليك او باجهل او مش مهتم في الموضوع فهذا الشيء يستفزك حاول تضبط اعصابك قدر الامكان سوء التفاهم او الخلاف بالعمل ممكن يتطور لا خسرا عمل او انك تطلع من العمل او يتوجه لك انذار بالعمل وبدك تحذر من الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه برضو انه عملك وما تمام بالكامل ولكن برضو الامور الصحية بدك تنتبهلها وخصوصا الاعصاب واسفل الظهر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدهم يضبطوا عصابهم اثناء التعامل مع احباهم وانا انت بتحكي عن البيت الخامس اذا المشاكل العاطفية سوء التفاهم ينفهم موضوع بالخطأ فرض السيطرة الانتقاد الكلام اللاذع كل هذا رح يشكل لك مشاكل كبيرة هذا الشيء برضو بيجعلك متردد بالفترة القادمة باتخاذ قرار حاسم على المستوى العاطفي او على مستوى احد احبائك او حتى على مستوى احد الابناء فممكن تسمع خبر غير سار عن شخص قريب لايلك او حبيب فبدك تضبط برضو عصابك ممكن تحس الحبيب مش مهتم او عنده برود او انت تعاني من هذا البرود ايضا وتتقلب بعواطفك فبدك تكون في داعي لفرض السلطة على الاحباء عمليات التجميل لايلكو تحديدا موليد برج القوس طبعا ما مننصح فيها اه 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 ما تركض ورا اه 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 رغباتك يعني نفسك تشتري وتجيب واوا وا امور لتجميل او للاهتمام بالنفس ولكن بعد فترة رح تكتشف انه انت مش بحاجتها برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا هنا التركيز رح يكون على البيت على العائلة على الامور اللي تتعلق بالمنزل فاول امر بتكون تتجنبوا اي جدال او خلاف او مشكلة مع افراد العائلة وبدكوا تحذروا من الامور اللي تتعلق بالمنزل اعطال منزلية شراء اجهزة الكترونية ممكن تكون كفالتها منتهية ممكن تكون فيها عطل فبدك تكون حذر وتتفقدها بشكل جيد ايضا بتكون تحذروا من النيران والادوات الحادة لانه التركيز مش موجود فممكن يكون فيه اخطاء ناجمة عن هذا الامر كحريق او تجرح نفسك او تأذي نفسك او عطل منزلي ايضا بالفترة المحيط العائلي بيكون فيه نوع من انواع التوتر بسبب سوء تفاهم وهذا شيء ممكن يعرضك للارهاق والعصبية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدهم يحذروا بالسفر القصير بالتنقلات داخل المدن او في الشوارع الازدحمات اعطال السيارات اعطال الالكترونيات الحوادث المخالفات ايضا المواجهة مع اخ او جار ممكن تسمع خبر سيء يجعلك متردد او متحير يدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة او حتى لا افشاء الاسرار هذا من باب اتنين الطلاب اللي في المرحلة المدرسية اللي هو من الابتداء الى الثانوي منجد بالفترة هاي انهم من موليد من موليد برج الدلو انهم ما عندهم رغب للدراسة او بيتهربوا من الدراسة ما في تركيز اثناء اداء الامتحانات ما في رغبة لا تعلم نهائيا المعلومات بتهرب منهم فهاي من النقاط الاساسية احذروا على جهزة التليفون كمبيوتر يعني حتى لو بدك تشتري اجلها حتى موضوع السيارات اجلها لبعض التراجع لانه انت اكثر الاشخاص المتأثرين بالامور لانه هذا في بيت الاتصالات والمواصلات بالنسبة للاك برج الحود بالنسبة لما وليد برج الحود طبعا هنا الامور المالية لانه في البيت التاني معناته تستفيد ماليا ولكن تتصاعد النفقات في مطالبات مالية في ضغوط مالية في التزامات مالية في تقصير مالي في رغبات بدك تتممها فحاول تنتمي من هذه النقطة الكفالات والنصابين والمحتالين بدك تكون حذر منهم علاقاتك مع رفاقك رفاقك بالعمل بيكون فيها بعض التوتر ممكن ترتكب بعض الأقطاع في أراءك وأحكامك فتتسرع خصوصا الأشخاص اللي يعني عنصر المال هو سبب المشكلة في كل شيء الآن الأشخاص اللي بيشتغلوا في السوق المالي أو المضاربات المالية هدول برضو هم اللي بدهم يكونوا حذرين أكثر لأنه نسبة الخسارة عندكم رح تكون أعلى لأنه قراركم متسرع في هذا الموضوع بدون دراسة كاملة فممكن تكون النتائج يعني مخيبة للأمال اتجنبوا توقيع الوثائق المهمة أيضا بالفترة القادمة هيك انتهينا من حلقتنا من الأخبار الفلكية لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء